ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأشار التقرير إلى أن أحد جوانب تحقيق هذا المركز هو دليل التنمية حسب الجنس وحلت مملكة البحرين ضمن المجموعة الثالثة للبلدان وفق هذا الدليل بالإضافة إلى دليل الفوارق بين الجنسين الذي تضمن أبعادا مثل الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل ويقاس التمكين بصحة النساء ومن المقاعد في المجالس النيابية ونسبة الحاصلين على جزء من التعليم الثانوي على الأقل من الرجال والنساء وتقاس المشاركة في سوق العمل بمشاركة كل من الذكور والإناث في القوى العاملة المركز الذي تبوأته مملكة البحرين ووفقا للتقرير جاء أيضا من خلال نتائج دليل التنمية البشرية معدلا بعامل الضغوط على الكوكب وهو الذي يقس التنمية البشرية معدلا بمستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومساهمة الأفراد في البصمة المادية تجاه الكوكب وهو أيضا ما يتفق مع كافة مبادرات مملكة البحرين في قطاعات مختلفة من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية